السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم وليا اصدقائي واهلا وسهلا بكم باستكمال كورسنا بتصميم مواقع على ورد بريس وبعد ما قمنا بحجز دومين على منصة جودادي وايضا قمنا بحجز استضافة على كلاود ويز وقمنا بتنصيب تطبيق جديد لورد بريس للبدء ببناء الموقع وقولنا ان هذه عبارة عن الركائز الاساسية عندي استضافة وعندي دومين وعندي تنصيب الورد بريس ومن ثم ابدأ باختيار ثيم وبلاجين واضافات ونعمل تخطيط الموقع ورح نستكمل ما شئت الله مع بعض المشوار كاملا ان شاء الله طبعا هذا هو حسابي على جودادي طبعا لو رجعنا الى الكلاود ويز وهذه الواجهة الرئيسية وهذا هو الخاص بايهاد عيسى طبعا المعلومات الافتراضية اللي عندنا اياها هذه اللي بدخلني الى الموقع وعندي ايضا معلومات آآ عندي اللي تسجيل الدخول وعندي الايميل وعندي طبعا في عناصر رئيسية رح يتم اخفاءة آآ سامحوني لعدم عرض على الشاشة وعندي بهذا المكان عندي الخاص بالسيرفر طبعا انا كنت قد تكلمت سابقا ان الكلاود ويز تم اآ تطوير الواجهة الى واجهة حديثة رح نتعلم كيفية الاستبدال الان ونستكمل بالواجهة الحديثة للكلاود ويز والامر هو واحد يعني العناصر هي نفسها ما في اي شيء رح يتم استبداله فقط عبارة عن تنظيم الواجهة وعناصر اساسية تمت اضافتها لكن آآ مش محتاجين بالوقت الراحل لكن العرض رح يتم تبديله من خلال آآ ايقونت الحساب ونعطي سويتش آآ او التبديل الى الواجهة الحديثة للكلاود ويز ننتظر لحظات لحتى يتم العرض بالنظام الحديث مثل ما انا شايفين للكلاود ويز اما العناصر اللي اتكلمت عليها هي نفسها نفسها طيب الان نحن الان بيصدد ربط الدومين مع الموقع الموجود على الكلاود ويز اما الدومين موجود على منصة الجودادي فلو رجعنا الى الجودادي وعندي هذه الداشبرد الرئيسية لحسابي على الجودادي بجي بتوجه الى القائمة العليسار وبجي بنكر على كلمة دومين ومن ثم بجي باختار منيج دي ان اس تمام فقط لا غير رح تصاري لعناصر اللي انا محتاج ابدأ باضافة ركورد جديد لحتى انا اعمر عملية الربط ما بين السيرفر وما بين اه الدومين طيب تمام انا برجع الى الكلاود ويز ومحتاج ابدأ بالربط فنبدأ بالخطوة الاولى اللي هي اول شيء اني انا بتوجه الى الجودادي وبناخد الاي بي الخاص بالسيرفر وبضيف الخاص بني ومن ثم بضيف الدومين طيب الاي بي الان اين موجود لو نزلنا الاسفل شوية رح نشوف الاي بي موجود بهذا المكان وممكن لو توجهني الى قائمة السيرفرات الموجودة بهذه الاستضافة بيطلع لك ايضا الاي بي السيرفر بجي بعمل عملية نسخ وبتوجه الى الجودادي طيب نجي الى قبل ما ابدأ فيها طبعا نحن ما نطلع عندي ربما يكون في عنا اه افتراضي موجود بحرف الاي او النوع اذا كان موجود انا بحدد علم وبجي الى مباشرة يعني انا بحدد علم وبعطي تمام طيب راح اجي الى اه اد نيو ريكورد وبجي بختار التيب ان هون بختار حرف الاي لو موجود متل حكايتهم بحدد وبحثو ثم بضيف لحتى ما يصير معك التعارض وبجي الى النيم وبختار ات او دابليو 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 فهو عبقى اللي يختار اما الات او الو هات تلاتة متل ما انا شايفين انا را اختار الات وبجي بعمل عملية لصق للاي بي الخاص بالسيرفر اللي نحن قمنا باخذ الاي بي الخاص به من استضافة كلاود ويز موضوع والمدة الزبانية بنخليها على واحد دور ما في مشكلة خالص اطلاقا نعطي سيف الان لاضافة هذا الريكورد تمام وتحديس الخاص بالدومين على منصة بنشوف انه تمت اضافته بشكل نظامي مية بالمية تمام هذا كل شيء نحن الان محتاجينه من خلال بنتوجه قبل ما نتوجه خلني انا احدد على الدومين واختار نسخ الدومين كامل بتوجه الى كلاود ويز وبنتوجه ايضا الى الدومين مانجمينت وبنختار اد دومين وبعمل عملية لصق للدومين تمام وبنختار الان اد دومين مثل ما انا شايفين تمت اضافة الدومين بنجاح لكن ال دومين هذا ليس الدومين الاساسي هذا إلياس يعني مرفق اما الاساسي هو كله الدومين الافتراضي اللي موجود مع عنا من كلود ويز لذلك انا بيجي الى ثلاث نقاط وبعين ان هذا الدومين اجعله هو الاساسي بجي بعطين set از. وبننتظر اللحظات لحتى تم التحديس. طيب وبعد ما انتهم قال لي تمت اه الاضافة او تم تعيين الدومين كدومين اه اساسي تمام بنجاح. متما انا شايفين والالياس صار الدومين التاني. بنرجع الى الى التفاصيل والمعلومات الاساسية. ومنشوف ان الدومين خلاص اضير معنا. فلحتى ندخل الى الموقع. انا بجي فقط اني نكتب اياد عيسى دوت كوم. طيب الان احنا لو دخلنا الى الموقع راح نشوف اشتغل معنا الدومين بشكل كامل. لكن ربما تواجهني مشكلة باني احتاج الى الشهادة. موضوع الشهادات وميثاق الشهادات وليش الشهادة ضرورية لحماية المعلومات وكلمات السر وبطاقات الاعتمان وهذه الاشياء راح نتكلم عنها بدرس مفصل ومتقدم شوي خاص. لكن اللي حبيت انك تعرفوا الان بالفترة المبتدئ فيها بعلم تصميم المواقع باستخدام موردو بريس انه يلزم تركيب الشهادات الاس اس ال على الدومين. او على الموقع. يعني انا بعد ما اضيف او اربط الدومين بالاستضافة لازم ابدأ بتركيب شهادة الاس اس ال. طبعا لنتكلم عن ميزة موجودة باستضافة انه بيقدم لي شهادة مجانية. يعني انا لو توجهت الى القوام اللي عليه صار. منلاحز انه في عندي امر اسمه اس اس ال سيرتيفكايت. باجي بنقل عليها لمرة واحدة. وهذه لتثبيت الشهادة. بقال لي طيب تمام. اعطيني الدومين. واعطيني اه ايميل. طبعا الايميل هون نحن نختار اه كونترول في وباجي الى البداية. باجعل يعني على سبيل المسال اه بنخليها تست. تمام? وباجعل لها ات. تمام? ايد عيسة دوت كوم. طبعا احنا راح نبدأ بي اه يعني بلقاء قريب ان شاء الله و تعالى. كيفية تحرز الايميل الاحترافي المتعلق بهذا الدومين. فرح تجي كل الرسائل عليه ما فيه مش لخالص. او 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 اي شيء. لكن كل الرسائل هذي راح ترجع لهذا الايميل. ورح نتكلم بشرح مفصل كيفية تحرز الايميلات الاحترافية. وبالخاني التاني انا بضع الايميل اللي هو او بضع الدومين عفوان هو الايد عيسة دوت كوم وبعطي يعني قم بتنصيب الشهادة او تركيب شهادة السل. بعد ما نقم بتنصيب الشهادة خلاص نحنا قمنا بعمرية ربط الدومين من كودادي مع الاستضافة بكلاود ويز وفعلنا الشهادة وامورنا اصبحت جاهزة مية بالمية لحتى نبدأ بمشوارنا الجميل بقيادة اه داشبورد الخاصة بورد بريس وتنصيب الثيمات وفهم عناصر المواقع ونبدأ بالعمل عليها بالايام القادمة ان شاء الله وتعالى. ننتظر اللحظات حتى يكتمل معنا تنصيب الشهادة ونستكمل عرض الموقع ان شاء الله. متل ما انا شايفين انه تم تنصيب الشهادة بنجاح واعطاني التاريخ يعني معنا نحن نسلي تجديد هذه الشهادة طبعا اه راح يقوم بتجديدها بشكل دوري وهذا الموضوع كونه مجاني ما راح نطرق لاله اكتر من هذا الشرح اطلاقا. بنرجع الى المعلومات الاولية الخاصة بالموقع ونفوت الى البنال الخاصة بلوحة التحكم حتى نفوت الورد بريس ونشوف الامور كلها نظامية ان شاء الله وتعالى مية بالمية خلاص فتح معنا الموقع وما بيقي عندي اي اعتراض. لو توجهنا الى خانت اليو ار ايل ونقلنا مرة واحدة بتزهر معي هذا هو المستخدم تمام والشهادة تمت اضافته بشكل كامل والاتصال بهذا الموقع الكتروني اصبح امنا بعد ما قمنا بتركيب الشهادة اللي هي عبارة عن اس اس ال. طبعا نقدم ليها بشكل مجاني منصة كلاودويز. ممتاز. الان راح نتوجه الى كلاودويز. وبنعمل عملية نسخ للايميل. بنلصق الايميل بهذا المكان. وبنرجع بنختار عندي الباسورد. بنعمل عملية نسخ. وبنرجع الى الخانة التانية بنعطي لصق. قال له تذكرني بنعطي لوغن. تمام. لحتى نفوت الى لوحة التحكم. وبهذا الشكل بيكون امورنا اصبحت جاهزة. لحتى نبدأ بشرح منصة وورد بريس وكيفية بناء الموقع. هذا كل شيء لكم في جعبتي بهذا اللقاء. ان شاء الله و تعالى بالدرس القادر راح نبدأ بشرح اساسيات او الاعدادات الاساسية لورد بريس قبل البدء بتنصيب الثيم ان شاء الله. دمتم برعاية الله. محبة لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.